السلام عليكم يا شباب عاملين اي رب تكونوا كويسين ان شاء الله النهاردة هنشرح ملف العمل بتاع البارا تنويه بس بسيط في الاول يفضل ما تكونش اكل قبل ما تسمع الشرح عشان ما تجيبش اللي في بطنك يعني النهاردة هنتعرف على اربع برازايت البرازايت الاولين عندنا هو السايميكس او البج اللي هو البق والتكس اللي هي القراض والفلايز اللي هما الزباب وفي ملف تاني هنتعرف فيه على الفليز اللي هما البراغيد ماشي؟ اربع برازايت ايه الصور اللي عليا فيه عليا اعرف الشكل بتاع الادلت سايميكس باية كبيرة دي حاجة اسمها ساييميكس سيليكتيولاريس ساييميكس سيليكتيولاريس دي معناها الباقة بتاع الفراش الباقة بتاع الفراش وهشوف الشكل الباية بتاعته الساييميكس ايج والتكس القراض هشوف فيه نوعين اثنين من التكس لاما يكون هارد تك لاما بيكون صوفت تك بعد كده بالنسبة للحشرات الحشرات هنمسك فيها الزبابة المنزلية عادي خالص هنفصفصها هنشوف الأدلت بتاحها ونشوف الإج بتاحها ونشوف اللارفة بتاحها ونشوف البستيروس بيراتريس بيركل اللي بتتنفس عن طريقه تمام وبعدين هنتعرف على نوعين اتنين من الزباب نوع اسمه الميتالك فلاي اللي هو الزباب الملون اللي بيعيش في المقابر وده زبابتين اتنين زبابة اسمها ليوسيليا وزبابة تانية اسمها كاليفورا وهنشوف نوع ثالث من الزباب وهو اسمه الول باريشيا والساكرو فاجة وفي الاخر خالص هنتكلم عن حاجة اسمها الميزس والميزس ده يا ولاد معناها التدويدي يعني معناها ان جسم الانسان هجيب لي صورة لجسم الانسان عمال يتكون متجمع فيه شوية لارفات يعني الفلاي ده فقس شوية لارفات كده حطهم على جسم الانسان فبقى اسمها حاجة اسمها ايه ميزس طيب مدالي اول حاجة بالايه بالبيت باج او السايميكس بسيطة جدا هو عبارة عن ادلت ادى بيض البيت بتاعنا فقس ادى نمف النمف فضل يكبر 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 لحد مدى ادلت سهلة هي يبقى هي عبارة عن ثلاث مراحل بس هو ادلت ادى بيضة البيضة فقسة ادت نمف فضل يكبر لحد مدى ادلت تاني دي كانت الليف سايكل بتاعت الايه البيت باج او بقى الفراش طيب نيجي بقى نشوف الادلت سايميكسيلكتيولارس سايميكسيلكتيولارس معناها البيت باج ماشي تحت المايكروسكوب بيبقى شكله عامل ازاي الاول ياولاد احنا عندنا في نوعين اتنين من المايكروسكوب نوع اسمه دايستيكتنج مايكروسكوب اللي هو اختصاره دي ام ونوع تاني اسمه سي ام اللي هو اختصار مباوند مايكروسكوب الديستيكتنج مايكروسكوب ده انا بشوف فيه الحاجات الكبيرة لكن لو الحاجة صغيرة بشوفها عن طريقه الـ compound microscope فإنا عندي أي أضلت هيقابلنا أضلت fly أضلت برج أضلت تك أي حاجة كبيرة مثلا حاجة كبيرة وضحة كده بشوفها بإيه بشوفها بالـ dissecting microscope لكن لو أنا هشوف حاجة صغيرة إن أنا هشوف البيت بتاعه مثلا أو هشوف حاجة في اللرفة بتاعته اللي هي حاجات بقى السفاصيل الصغيرة دي خالص هحتاج قوة تكبير كبيرة فبشوفها عن طريقه حاجة اسمها doğru اللي هي compound microscope تمام بقوة تكبير كام عشرة فعشرة يبا احنا مسبتين في دماغنا المعلومتين دي تمام فاول ما هشوف الصورة دي ممكن يسألني انت بتشوفها اصلا بانهي مايكروسكوب انا بشوفه بالديسكتنج مايكروسكوب ليه لان دي صورة كبيرة وواضحة ده اضلت اهو اضلت واضح طيب البد بج تحت المايكروسكوب بيظهر عندنا شكل عمل ازاي بص هو اقرب شكل دي الصراحة شبه اللايس يعني هو شبه الامل او شبه السرصار كده هو تحسه املاية بس هو مش املا تمام املايه عندها 3 رجول يبقى انا واعرافها تحت المايكروسكوب هتلاقي خلاص نقود صورصار احسن عشان مايت лежبش هتلاقييه شكل الصورصار اللي عنده 3 رجول gente ادي 1 2 ثلاثة يبقى هنلاقي شكل صورصار عنده 3 رجول لما اشوف الصورصار ده اللي عنده 3 رجول هقول ده ده عبارة عن ايه هقول ده اضلت صاي ميكس سلكتولιαس او او اضلت بيت بنج اللي سهل عليك يكتبه دها الاضلت بتاع الباق بتاع الفراش بيظهر مع ايه في شكل الصورصار ابو ثلاث رجول. طيب الميكروسكوب اللي باشوف فيه دايستيكتينج مايكروسكوب. طيب بيقولي حطيلكم منت عليه. اي برزاية هاوصفه ماشي هسبت فيه كلمتين اتنين. في كلمتين اتنين هاحطوهن في كل البرزاية. اول حاجة ان هو بيكون دورزري فينتري فينترالي فلاتنت. تمام? يعني ايه دورزو فينترالي فلاتنت? يعني هو مبطط ماشي من قدام لورا. يعني. يعني يا ولاد مبطط بالطول يعني مش مبطط بالعرض. مبطط بالطول. هو عايز يقولك ان هو الرسمة قدامك ايه? مبططة بالطول. هو عايز يقول كده. فوصفها ازاي مبططة بالطول دي دورزو فينترالي. فينترالي من قدام ودورزو من ورق فلاتنت. طيب دي انا بثبتها في وصفة اي برزاية عندي. طيب الحاجة التانية اي اضلت برزاية لازم بيقابلني? لازم بكومنتي فيه على ايه? على على العدد الرجول اللي فيه. لازم موصف انا شايف قدامي مسلا كم رجل او كم سيجمنت? فلو انت بصيت عليه كده هتلاقي عنده كم رجل يا ولاد? هتلاقي عنده تلات ازواج من الرجول اهو. عنده كم رجل? عنده تلات ازواج من الرجول? تمام دي برضو بيثبتها في الوصف بتاع اي اضلت. يبع عنده تلات ازواج من الرجول يعني رجلي. اه تحستها كده مش مرسومة كويس. يبع عنده 3 ازواج من ال defined leg بعد كده بيقولي الابدومين بتاعته عبارة عن كام segment لو عدناهم هنلاقي عند الابدومين عبارة عن 8 اجزاء 1 2 3 4 5 6 7 8 عبارة عن 8 اجزاء يبقى 3 حاجة الابدومين بتاعته كام segment 3 اجزاء طيب بقى ايه يا ولاد بقى ايه لاوصف ال segment دي ال segment دي بيقولي ان هي big brown will defined segment will defined يعني مرسومة كويس ولونها بني زي ما انت شايف كده يبقى دلوقتي انا عايز اوصف الادلت بتاع اي برازايت انا مثبت في دماغي ان الجملة بتاع دورت وفنتر اللي فلاتن دي انسيكت دي انا بكتبها في اي برازايت بيقابني خلاص طيب بعد كده ايه بعد كده لازم ما اوصف عدد الرجول بتاعته فلاقيت ان هو عنده 3 ازواج من الرجول بس شكلهم الديفاين تمام بعد كده هكلم على السيجمنت عنده كم سيجمنت عنده تمانية سيجمنت اوصف السيجمنت دي والله انا شايف ان السيجمنت دي لونها براون وشايف ان هي كبيرة وفي نفس الوقت مرسومة كويس يبا احنا كده وصفنا مين الادلت بتبج نفس الكلام اهو اختبر نفسك فيه اول حاجة ده بشوفه بالديسكتنج مايكروسكوب طيب الحاجة التانية ايه الحاجة التانية ايه عنده كام رجل عنده تلات رجول وانا مثبت ايه دورزو فينترلي فلاتند اي برازايت ماشي بعد كده هنكومنت على السيجمنت السيجمنت لو عدتهم هيطلعوا معي تمانية ووصفهم بيبقوا وفي نفس الوقت ايه وفي نفس الوقت بيكون لونهم براون وبيج طيب انا بعرف الصورة ديت ازاي بلاقي صور صار عنده تلات رجول ابحières بمعرفة علي طول ان انا قادلت saimy select ثيولارس. نيجي بقى للبيوت بتاعته تحت المايكروسكوب. اول حاجة لبيوت بتاعته دي حاجه صغيرة جدا. فنا سوف نرفها بان نوع من البيوت دا dissecting ولا compound ، ايه بقوة تجبيلة لادة صغيرة بقوة تكبيرة 10 e 10 لان هي حاجه صغيرة جدا. طيب الحاجه التانية لبيوت بتاعته دي ابيض اهي بتنجانة لونها كريمي وايت واشرية كده عليها اشرة تمام بتنجانة لونها كريمي وايت واشرية عليها اشرة اوصف بقى الكلام اللي انت قلتو ده يبقى اول حاجة بتنجانة هقول ان هو ايج بلانت ايج بلانت معناها بتنجان ايج بلانت قلت لك ايه بتنجانة لونها كريمي وايت لونها ابيض كريمي وايت في الكالر قلت لك اشرية عليها اشرة اشرية دي معناها يبقى انت لما تشوفها كده ترجم اللي انت بتقوله بالعربي والله انا شايف ان هي بتنجانة اللونها كريمي وايت واشرية فانا شايف بتنجانة طيب لونها كريمي وايت اشرية اوبركيوليتد بشوفها تحت الانهي نوع من المايكروسكوب الكمباوند بكوت تكبير عشرة فعشرة علشان دي اج علشان دي بيضة حاجة صغيرة يبقى دي كانت ايه تاني شريحة معنا وهي بتاع الايه تمام نيجي نتكلم بقى على البق البق ده اللي هو ايه التك التك عندنا يا ولاد نوعين اتنين فيه نوع اسمه الهارد تك وفيه نوع اسمه الصوفت تك طيب يا دكتورة انا بفرق ما بينهم ازاي في الامتحان من الراس بتاعته الهارد تك هتلاقي ابو راس لكن الصوفت تك ما عندهوش راس اهو ما عندهوش راس اقرع طب مين اللي عنده راس اللي عنده راس هارد تك اللي ما عندهوش راس هو الصوفت تك يبقى انا بفرق الهارد تك عن الصوفت تك من خلال الراس بتاعته ده عنده راس لكن ده ما عندهوش راس. طيب نمسك بقى ابو راس ده اللي هو اسمه الهارد تيك. طب انا لو شفت الصورة دي ممكن اقولك ايه? اقولك طب انا ممكن اتلخبط اه ما بين وما بين البق اللي فوق. لا ما تتلخبطش. انا قلت لك البق اللي فوق كان عنده تلات رجول. لكن التيك عنده اربع رجول. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. فلو حسيت ان انت تتلخبطت ما بين التيك وما بين السايميك سيلكتولارس او البق اللي فوق عد الرجول على طول. ده هتلاقي عنده اربع رجول لكن فوق كان عنده ايه? كان عنده تلات رجول. طيب. نجي نشوف الصورة بتقول ايه? بتقول دي الصورة بتاعت الاضل تهارتتك. ودية الراس بتاعته. الراس دي حاجة بسميها ايه? كابيتيولام. كابيتيولام دي معناها الراس. يبقى الراس اسمها ايه? كابيتيولام. وبعد كده ياولاد دي يبقى فيه اشرة كده على ظهره. تمام? عاملة زي الايه? عاملة زي الدرع. زي الشيلد كده. بسميها ايه? بسميها السكيوتام. السكيوتام دي عبارة عن اشرة كده على ظهره عاملة زي الدرع كده. اهي. اشرة على ظهره ايه? عاملة زي الدرع. دي بسميها اسكيوتام. الكابيتيولام والسكيوتام دول موجودين في الهارت تيك بس. مش موجودين في الصوفت تيك. يبقى فرق الهارت تيك. عن الصوفت تيك طيب انا عايز اعمل بقى كومنت تحت الميكروسكوب اول حاجة انا بشوفه بالدايسكتينج ولا كومباوند بشوفه بالدي ام لان ده قضلت كبيرة هو طيب تاني حاجة عايزين نعمل الكومنت انا قلت لك ان ده هارضتك في حاجتين بيميزو كابيتيولام وسكيوتم هتروح جاري تكتبهم في الكومنت قبل ما تنساه والله ده هو عنده تيرمنا الكابيتيولام عنده راسة هي تمام الحاجة التانية ده عنده سكيوتم اول الله ده كفرد باي سكيوتم موجود فين موجود عدورز السيرفس بتاعه طيب بقى قيلي ايه كده في الكومنت بقى قيلي اكتب الجمل اللي انا حافظها انا قلت لك ان اي قضلت اكتب فيه دورز وفينتر لي فلاتند يعني كلهم كده بيكونوا مبطتين بالطول طيب الحاجة التانية قلت لك ان اي قضلت لازم تعلق فيه على عدد الرجول قلت لك ده عنده كم رجول؟ عنده اربع ازواج من الرجول تمام؟ عنده اربع ازواج من الرجول كده بقي لي حاجة واحدة بس اقولها في الكومنت ايه اقول له ان الجسم بتاوي عبارة عن قطعة واحدة يعني السوركس والابدومين لازقين في بعض مش سيجمنت في السوركس وسيجمنت في الابدومين وبلزقهم لا هي قطعة واحدة يعني كل ده قطعة واحدة على بعضه قطعة واحدة على بعضه يبقى عرفنا هنجيب الكومنت ازاي اول ما هشوف الصورة بس هعرف ان هو ايه اعرف ان هو هاردوتيك عرفت ان هو هارد تيك هروح اكتب الحاجات المميزة بتاعته على طول اه ده عنده كابيتيورم وعنده ايه وعنده سكيوتم عنده سكيوتم في الدورزة سيرفس وعنده كابيتيورم من قدام طيب كده بقيه لي اكتب جملتين انا حافظهم ان هو دورز وفينتر الفاتند وفي نفس الوقت ايه اعد الرجول بتاعته مش هحفظ حاجة هبص في الرجول هلاقيهم اربع رجول فقوم عد على طول ان هو عنده ايه اربعة بيرز من الليجز طيب كده بقيه لي جملة واحدة بس اقولها ان البادي بتاعه بيكون ايه بيكون قطعة واحدة one piece تمام كده احنا عرفنا الكومنت على الهارد تيك نجي بقى نشوف الصفط تيك الصفط تيك مش هنحفظه ليه بقى يا ولاد لان الصفط تيك هو نفس الكلام اللي احنا قلناه على الهارد تيك بالزبط مش هزود اي حاجة مع اختلاف حاجتين الحاجة الاولانية ان هو ما عندهوش راس من قدام ما عندهوش كابيتيورم الحاجة التانية ان هو معندوهش درع معاندوهش اسكيوتم فلو جالي كومنت على سوفت تيك هكتب الماضي اللي انا هكتب اهوكام données مع اختلاف ان انا هروح عند الكابيتولام وهقول ان هو معندوهش كابيتولام وهروح لسكيوتام هقول ان هو المعندوهش اسكيوتام خلاص والشكل بتاعو مميز او اوهو هتلاقي حاجة حاجة م Ar分 10 راس كده ومبتطة احاول قرار نور من ال пос expanding anticipate لك فك شيء كبيرة قتعد mand mekaner التسليل نضع الميرس نتحدث بـ الزباب الزباب نتحدث بـ المسكة دوميستيكا الزبابة المنزلية هنتعرف بقى فيها على كل حاجة اول حاجة طبعا شكل زبابة المنزلية يعني ما نتلخبطش فيه يعني عيب اول لو احنا مش عارفين شكل زبابة المنزل اللي قرفانا دي فده القضلت بتاع المسكا دوميستيكا واضح وشكل واضح ومميز يعني مفيهوش اختلاف القضلت ده بيقول ان هو عنده جناحين اتنين واي زبابة عندها جناحين اتنين بنقول عليها ايه بنقول عليها داي يعني اتنين بيترس يبقى داي بيترس في لاي معناه ان هو عنده جناحين اتنين تمام يبقى القضلت بتاع المسكا دوميستيكا هنعرف ان هو ايه عنده جناحين اتنين داي بيترس والشكل بتاعه ما يختلفش عليه اتنين مميز اوي طيب ايه اللايف سايكل بتاعت ايه القضلت بيفقس يد بيضة ماشي البيضة بتفقس تدي لارفا اللارفا بتروح تديني بيوبة اللي هي اليرقة واليارقة في الاغر خالص تقوم مدينة ايه ادلت احنا بقى هنتعرف على كل واحدة فيهم يعني هنعرف شكل القضلت ههو عرفنا شكله هنعرف شكل البيضة بقى ونعرف شكل اللارفا بتاعته ونعرف شكل الايه البيوبة يبقى دي كانت اللايف سايكل بتاعت الايه المسكا دوميستيكا اللي هي ايه يا ولاد داي بيترس ولاي يعني عندها جناحين اتنين بيقول لي تاني اللايف سايكل ايه القضلت فقست ده بيضة البيضة ادت لارفا اللارفة فضلت تكبر تكبر لحد مادة بيوبة يارقة واليارقة رجعت يديتني أضلت تاني طيب أول شريحة ممكن تجي لنا شريحة الإيه شريحة الأضلت فلاي بتاع المسكة دوميستيكا أول حاجة يقول أنت بتشوفها تحت المايكروسكوب أنهي نوع دايسيكتينج مايكروسكوب ليه علشان ده كبيره هو أضلت طيب اعمل كومنت عليه هعمل كومنت إزاي أول حاجة يا ولاد هوصف اللون اللي أنا شايفه أنا شايف أن لونها جري طبعا كلنا عارفين الزباب المنزل بيبقى لونه جري فأول حاجة أنا شايف أن هي لونها جري الحاجة التانية بيقول لي إيه بيقول لي أن هي عندها سوركسة هي وعندها أبدومن من ورهو فيه سوركس من قدام وفيه أبدومن من وره السوركس اللي من قدام زي ما أنت شايف كده بيقول لي فيه أربع شرايط بالطول والأبدومن اللي من وره فيها شريطة واحدة أهي بيقول لي أن هي فيه سوركس وأبدومن السوركس فيه أربع شرايط بالطول والأبدومن فيها شريطة واحدة قول الكلام اللي انت شايفه ده بقى والله بيقول للسوركس ههو عنده أربعة لوجي تيودونة دارك ستريبي يعني فيها أربع شرايط من قدام طيب لكن الأبدومن فيها ميديان دارك ستريبي يعني فيها شريطة واحدة في النص من وراء ومن قدام بنلاقي ايه؟ بنلاقي الخططيف بتاعتها دي الخططيف دي اسمها ايه؟ ريتراكتايل بروبسيسز ريتراكتايل بروبسيسيز ريتراكتايل بروبسيسيز يبقى سهلة هي الشريحة تجيلي بتاعت الايه الادلت الماسكا دوميستيكا الماسكا دوميستيكا الاسم التاني بتاع الهاوس فلاي اللي هي زبابة المنسل يقول لي وصفة اول الله هنا شايف ان اول حاجة لونها جري وبعد كده هقوم مقسمها لسوركس وابدومن واقول السوركس فيه اربع شرايط بالطول اربع لونجتيودانا للستريب والابدومن فيها شريطة في النصف من وراء فيها ميديان استريب وما ننساش ان من قدام فيه خطفين بسميهم ريتراكتايل بروسيسيز وبشوف بقاني مايكروسكوب الدايسكتنج مايكروسكوب كده انا خلصت الادلت الماسكا دوميستيكا نيجي بقى نشوف البيضة بتاعتها البيضة بتاعتها ياولاد بعرفها ازاي رز بسمتي لما تشوف شريحة الرز البسمتي دي البيضة خلاص هيكرهونا في الاكل كل شريحة الرز البسمتي دي ايه دي الاج بتاعت الماسكا دوميستيك اهي ده منظر ايه ياولاد والله منظر شوية رز بسمتي انا شايف رز بسمتي اهو بص منظر ايه ده منظر الرزوية اهي بص ده منظر ايه منظر رز بسمتي بس طبعا الاجانب ما عندهمش الرز البسمتي فلما وصفوها قالوا ان هي شبه البنانة بنانة شيب مع انها والله شبه رز البسمتي فمعلش هنتنازل يعني ونقول ان الاج شبه ايه شبه البنانة يعني شبه الموزة مش مهم بنانة شيب تمام الحاجة التانية قصه في اللون اللي انت شايفه انا شايف ان اللونه كريمي ويت تمام مفيش مشكلة الحاجة التالتة بيقول ان هي عندها اتنين يعني عندها حوافة هي بص ادي حافة هي دي اسمها اتنين دي بقى دلوقتي هيجيلي الشريحة بتاعت ايه بتاعت المسكا دومستيكا ايج دي الشريحة بتاعت ايه بتاعت الرز البسمتي هتشوفها بانهي نوع من الميكروسكوب ها بقوة تكبيرة عشرة فعشرة عشان انا بشوف الايج بشوف حاجة صغيرة وانا قلتلك ان الايج واللارفة والحاجات الصغيرة غالص دي لو بشوفها بالايه بالكمباوند وميكروسكوب بنسبة تكبيرة عشرة فعشرة طيب دي الشريحة بتاعت الايه دي الشريحة بتاعت الرز البسمتي طيب هنوصف الرز البسمتي ازاي بانه هو بنانة شيب هنفتكر ان احنا هنتنازل ونقول بنانة بدل رز بسمتي الحاجة التانية انه هو كريمي وايت الحاجة التالطهة ال Kindernریج تمام ؟ كده الشريحة واضحة كده ايه دي كده الشريحة بتاع البيض بتاع الهاوس في الغاية نجي بقى نتكلم على العربة بتاع المسكة دوميستيكا و العربة بتاع الهاوس الخلاية هنعرفها ازي اولااد هنعرفها اني تويتها الدودة أم عين طريق الدودة أم عين اهي دودة هيه وعندها عين اهي بتتحكلك والله اهي بص دودة بعين الدودة عندها عين في الآخر ايه ادي كده دودة هي وعندها عين معنين الآنウ تمام بانهي نعمل ميكروسكوب هشوفها بالذيسكتينج مشكلة لو هشوف جزء منها هشوفه بالكمباوند لان هقولك دلوقتي ان انا بشوف جزء من اللرفة عن طريق الكمباوند وميكروسكوب بس انا دلوقتي بشوف اللرفة كلها على بعضها ايه تمام فبشوفها بالدايسكتنج ميكروسكوب نيجي نوصف بقى الدودة معنين قول الكلام اللي انت شايفه انا شايف دودة دودة روح اكتب دودة قبل ما تنساها دودة يعني وورم لايك انا شايف دودة وورم لايك تاني حاجة انا شايف عنين العينين دي هكتبها ازاي هكتبها اتنين بوستيري رسبيرات رسبيريكل اهي العينين دي عبارة عن اتنين بوستيري رسبيرات رسبيريكل نقطتين كده بتتنفذ من خلالهم الدودة بتتنفذ من خلالهم طيب كده انت بقى لك في الكومنت حاجة واحدة بس ان انت توصف لونها لونها ايه لونها شفاف ترانس بارانت شفافة بس كده خلصنا الكومنت يبقى الشريحة بتاعت الدودة معنين لما حب اعمل عليها كومنت اول حاجة نوعا ميكروسكوب دايسكتينج اللي انها بشوف اللارفة كلها على بعضها طيب هاوصفها ازاي هاوصفها ان هي دودة بعنين دودة يعني ورملايك بعنين يعني اتنين بوستيري ريسبيرات ريسبيرك ما تنساش تعلق على اللون ان هو شفاف ترانس بارانت دي الشريحة دي اسمها ايه بقى اسمها اللارفة بتاعة الهاوس فلوي او اللارفة بتاعة المسكة دومستيكا ده بقى كومنت زيادة كده للناس اللي بتحب تكتهد اكتر بيقول لي ايه بيقول لي ان هي من قدام تابارينج يعني من قدام كده بتبقى فلاية كده يعني ماشي وبعد كده بيقول لي وبيكون بلانت بستيريور وبعد كده بيقول لي ان هي بتكون من هيد وصوركس وابدومن ماشي والهيد مش عارفة والصوركس تلاتة سيجمنت والابدومن تمانية سيجمنت وحاجات كتير كده يعني كفية اوي نعرف ان هي دودة بعنين وينقولها ترانس بارانت ولو افتكرت تقول من قدام ان هي بتبقى محددة تابارينج ومن ورا بتبقى بلانت خلاص مش مهم ماشي دي كده كانت الشريحة بتاعت اللاربة بتاعة المسكة دوميستيكا نيجي بقى الايه نيجي بقى للبيوبة البيوبة دي اللي هي ايه ولاد البيوبة اللي هي اليرقة اليرقة بتاعت المسكة دوميستيكا اليرقة بتاعت الهاوس فلاوي والله اليرقة هي وهي 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 انت شايفة عاملة ازاي والله انا شايفة عاملة زاي البرميل لونه بني انا شايفها كده شايفها برميل لونه بني طيب روح اكتب الكلام ده البرميل اللي لونه بني بارل شاب برميلي لونها بني براونش تمام كده بقي لك في الكومنت حاجة واحدة بس ان هي عندها في الاخر ماشي البستيرو الرسبيراتور السبيركل اللي بتتنفس عن طريقه والمسكا دومستيكا البستيرو الرسبيراتور السبيركل بتاحها بيتميز ان هو دي شاب بيكون شبه لإيه شبه حرف دي هنوصفه دلوقتي تحت المايكروسكوب يبقى دلوقتي لو انا شفت الشكل ده 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 شكل اليرقة اليرقة دي عبارة عن ايه عبارة عن بيوبة اليرقة يعني بيوبة فدي البيوبة بتاعت المسكا دومستيكا طب انا عايزة عمل عليها كومنت هقول والله انا شايفها برميل لونه بني فانا شايف ان هي بارل شاب ولونها براون كده بقي لف الكومنت حاجة واحدة بس ان هي عندها اتنين دي شاب بستيرو الرسبيراتور السبيركل اتنين دي شاب بستيرو الرسبيراتور السبيركل طب اليارقة زي البغلة دي لما هشوفها هشوفها بال لو عايزة شوفة ديش بستيريو يسبيراترو سبيريكل بتاعها ده اللي هشوفه باقي بالكمبووند ومايكروسكوب دلوقتي الكيدي احنا خلصنا الشريحة بتاعتبا البيبة نيجي باقا للشريحة بتاعة البستيرو بتاعة المسكي اللي كانت بتتنفس عن طريقه. مش이 احنا قلنا دلوقتي ان اللارثة بتاعة عبارة عن الدودة ام وانين. ان مش عارفة بتاعة بيعمل ليه. تمام مشي احنا سوريا ولاد معلش. مش احنا قلنا انه دي عبارة عن الدودة ام وانين. صح? وقلنا الدودة ام وانين. قلنا العنين دي هي عبارة عن ايه? بيقول لي ان بتاع اللي عبارة عن ايه? بقول لي موجود في بتاع اللارفة. يعني عبارة عن نقطتين همت? تمام? موجودين فين? موجودين في بتاع اللارفة. طيب احنا اتفقنا ان بتاع بيتمازن ان هو ايه? دي شاب. ان هو شبه الايه? شبه حرف دي. اهو. لو احنا شلنا البستيروس بارترس بارك اللي واحد وهيطلع لك الشكل ده. طيب هو بيتكون من ايه? بيتكون من تلات اجزاء. بيتكون من غلاف كده من بره اهو. الغلاف اللي من بره ده بسميه ايه? بسميه بريتير. تمام? وبعد كده بيبقى فيه حاجات في النص كده اللي هي الشرايت اللي في النص ديه وديه وديه. دي اسمها سلت. دي الشرايت اللي بتتنفس عن طريقه. وفي النص كده بتلاقي ايه? بتلاقي زي ما يكون كده ايه? زرار كده في النص. بنسميه بطن. يبقى تاني. البستيروس بارترس باريكل دي النقطتين اللي في نهاية الدودة بتتنفس عن طريقهم. دول الاتنين دارك كالر دي بليت اللي موجودة في البستيرو الاند بتاعت اللارفة اللي بتنفس عن طريقهم. طيب شكلهم في الهوس فلاي بيكون دي شاب. تمام? عبارة عن ايه? عبارة عن تلات اجزاء. عبارة عن غلاف من بره كده بسميه بريتير. وفي عندنا شرايط في النص كده بسميها سلت. وفي النص في زرار اللي هو بطن. نيجي بقى نتعرف على بتاع الايه? بتاع الهوس فلاي. بتاع الهوس فلاي. المسكة دمستكة الهوس فلاي. تحت المايكروسكوب بيبقى شكله عامل ازاي? دلوقتي انا بقولك ان انا هشوف ايه? هشوف نقطتين صغيرين في اللارفة. فلما هتشوفهم هتشوفهم بقانهي مايكروسكوب. دي كده اول الحاجة. طيب هما لما شفوهم تحت المايكروسكوب بلاقوا معي المنظر ده ولا? لقوا الايه المنظر ده? طيب هنوصف المنظر ده ازاي? انا بعلق فيه على ثلاث حاجات. اول حاجة بعلق على الشكل الخارجي. الحاجة التانية بعلق على شكل الحاجات اللي موجودة دي. الحاجة التالتة بعلق هل فيه زرار? ولا ما فيهوز زرار? يبقى انا بعلق على ثلاث حاجات. اول حاجة الشكل الخارجي من بره. انت شايف ان هي شكل ايه? انا شايف ان هي شكل حرف D. D shape. تمام? طيب الحاجة التانية بنعلق على الحاجات اللي موجودة جوه بتنتنفس من عن طريقها دي. الحاجات دي انت شايف ان هي عاملة ازاي? شايفها معرجة كده. معرجة كده صح? التعريجة دي اسمها sinus. اسمها sinus shape. اسمها sinus shape. طيب بقي لي ان انا نعلق على الزرار. فانا شايف ان في النص فيه زرار اللي هو medium button اهو. medium button في النص. يبقى يا ولاد جات للشريحة دي في الامتحان. هقول دي الشريحة بتاعت ايه? دي الشريحة بتاعت ال respiration spherical off house fly او off masca domestica. طيب انوع المايكروسكوب والله يكون بودوا مايكروسكوب بقود تكبير عشرة في عشرة. طيب عملكم منتع عليه. انا بعلق على ثلاث حاجات. من بره الشكل كتوتل دي shape. طيب وبعد كده في النص بنعلق على الحاجات اللي بتتنفس بيها. انا شايف ان هي صي نص زي. اس shape. وفي النص ما ننساش الزرار button في النص. طيب نيجي بعدها. ليه مقارنة بقى? ما بين بتاع تلات انواع من الفلاي. النوع الاولاني الهوس فلاي اللي احنا لسه قيلينه. النوع التاني. الكالفوراني والساكروفاجينا. الكالفوراني والساكروفاجينا. الكالفوراني ده اللي هو زباب الملون والساكروفاجينا ده اللي هو الفلش فلاي. تمام? طيب. الهوس فلاي بنعمل على كومنت ازاي? ومش كتبه عشان ايله فوق. بنقول ان هو دي shape فيه ميديان بطن. ومن جوه فيه ايه? ساينوس سلت. طيب لو انا عايز اوصف بقى الكالفوراني. نوصف الشكل ده. الكالفوراني والساكروفاجينا. اللي اتنين هتلاقي الرزبيرات الرزبيرك البتاحهم عامل يولات شبه التين كده. او تلاقيه بير شاب. هو شبه التين اهو. او شبه البير شاب. شبه الكمترة. تحسه واخد شكل كومتري اهو. او واخد شكل البير شاب كده. او واخد شكل الائيه? التين. طيب. الشكل ده وصفوه على انه ايه? وصفوه على انه ترايانجولر. على انه مسلس. ليس? مقاش الش التينة والكمترة. قال ان هو ترايانجولار. مش مهم. يبقى انا كده وصفت الشكل المنبرأ ان هو ترايانجولار. وده ترايانجولار فيهم الاتنين. طيب. بقى ايه? بقى ايه? بقى ايه? علقاء على الحاجات اللي بتتنفس فيها والزرار. اللي سلت يا ولاد هتلاقيها فيها straight عبارة عن خطوط straight اهي خطوط straight فانا شايف straight split انا شايف straight slit وده برضو موجود فيهم الاتنين كده بقى ايه لعلق على الزرار الكاليفوراني بقى يا ولاد دي اللي بيكون موجود فيها الزرار ليه علشان الكابسولة بتاعتها بتكون مقفولة closed فالكاليفوراني بحرف السي بيكون الكابسولة بتاعتها البريترين بتاحها closed مقفول وبالتالي هو مقفول على نفسه كده بيعملي شكل الزرار في النص وبالتالي بيكون فيها يوسط بالإطلاق للسكر فجانه يوسط على كابسولة ستلاقيها مفتوحة وبالتالي ستجد فيها ظرار وبالتالي حصل بها ايه بطن يبقى أولاد الاشتراكزينا في مقارنة كده عند الكالفراني والسكر فجانه ويتم يوجد شبه محلث ويتم بيكونوا تحت الميكروسكوب ويتم تلنياج الميكروسكوب بتاعها مفتوح وما فيهاش بطن. لكن دي الغلاف بتاعها بيكون مقفولة على نفسه ومكون زرار كده في النص. ونبدأ نحط الكومنت. يبقى كومنت فيهم سابت. اول حاجة ان هما الاتنين تريانجلر. وبعد كده اللي اتنين بيكون فيهم ايه? طيب الفرق ايه? الفرق ان الكاليف يوراني بحرف السي هتفكرني ان بتاعها بيكون لكن الساكروفاجينا بيكون اوبن. وعلشان دي مقفولة على نفسها فهتكون زرار. لكن دي مفتوحة وبالتالي ما بيكونش موجود فيها زرار. كده خلصنا الكومنت عليه. كده ياولاد احنا خلصنا ايه? كده احنا خلصنا الهوس فلوي. خلصنا الزبابة المنزلية. عرفنا فيها ايه? عرفنا فيها الادلت بتاعها شكله عامل ازاي? وعرفنا فيها البيوبة اليرقة بتاعتها. واللارفة بالدودة بتاعتها. وعرفنا كمان الروزبيرات ريزبيرك البتاعه شكله عامل ازاي? طيب نجي نتكلم بقى على الايه? على الميتاليك فلوي اللي هو الزباب الملون اللي بيكون موجود فين? في المقابر. عندنا كام زبابة ملونة عندنا اتنين. حاجة اسمها لوسيليا وحاجة اسمها ايه? كاليفورة. عندنا لوسيليا والكاليفورة. الكاليفورة دي ياولاد لونها ازرق. واللوسيليا لونها جرين. يبقى الكاليفورة هي الزرق. واللوسيليا لونها جرين. طيب هتلخبط في الامتحان. لا ما تلخبطش. اللوسيليا فيها 2 بالاي هتفكرني بالجيرين اللي فيها 2 بالاي عشان ما نطلخبطش تمام؟ يبقى أنا شفت الخضرة الجيرين عايز أجيب الإسم بتاعها هفتكر الجيرين فيها 2 بالاي فهختار اللوسيليا اللي كان فيها 2 بالاي طيب مطلوب مننا إيه في الكومنت؟ مطلوب إن إحنا نقول اللون بس وخلاص يعني الكاليفورة بيقولك في الكومنت أهو بيقولك إن هي شبه المسكة دومستيكا يعني شبه الزبابة المنزلية ولكن أكبر في الحجم ولونها بيكون متالك بلو طيب لكن اللوسيليا بتبقى شبه الهوس فلوي وأكبر في الحجم ولكن لونها إيه؟ متالك جيرين بتبقى لونها أخضر تمام؟ طيب الحاجة السؤال ممكن يجيلي إيه تاني يقولي إيه الأهمية بتاعت الكاليفورة واللوسيليا أهميتهم إن بيعملوا حاجة اسمها أكسيدنتال ميزس بيعملوا حاجة اسمها إيه؟ أكسيدنتال ميزس يعني إيه أكسيدنتال ميزس هنقوله تحت دلوقتي واحنا بنشرح الميزس هنقول يعني ايه اكسيدنتل ميزس فعرفوا بس لحد دلوقتي الاهمية بتاعتها ان هما بيعملوا حاجة اسمائي اكسيدنتل ميزس تمام الكاليفورا لونها ازرق اهي لونها ازرق تمام خدوا بالكم الصورة دي هي زرقة بس صعبة شوية كده تمام وديت لونها اخضر واضحه الخضراء اللوسيليا والكاليفورا جريم بلو طيب نيجي بقى نتكلم على ايه على الزباب اللي عليه الدور وهو الولف رشيا والساكرو فاجا الولف رشيا والساكرو فاجا بص ياولاي كلمة ساكرو دي معناها لحمة وفاجا معناها مفترسة تمام او ملتهمة فالساكرو فاجا معناها ان الزبابة اللي بتاكل اللحمة فعشان كده سمتها ايه سمتها فلش فلاي فلش يعني لحمة فلاي يعني الزبابة اللي بتاكل اللحمة خلاص طيب هعمل الكومنت عليهم ازاي بقى ياولاد الساكرو فاجا دي تمام بيبقى ظهرها مخطط كروهات كده عامل زي الشطرانج يبقى الساكروفاجة بتبقى مخططة كروهات اللي اتنين بيبقى عليهم حمراء لكن الساكروفاجة بتبقى مخططة كروهاتها هتلاقي ظهرها عبارة عن كروهات عبارة شبه الشطرانج هي اهي كروهات هي شبه الشطرانج لكن الولف رشيا الولف رشيا هتلاقوا ظهرها منقط منقطه منقط شوف نقط 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 يبقى تاني الزبابة اللي ضهرها شطرانج دي اسمها ايه؟ ساكروفاجة طيب الزبابة اللي هي ضهرها بيكون منقطة هو سادة خالصة هو وفيه نقطة يبقى ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الولف ريشيا تمام؟ نيجي بقى نعمل الكومنت هنكتب الكلام اللي انا شايفها ده في الكومنت يعني الساكروفاجة انا قلتلك ساكروفاجة معناها ايه؟ معناها مفترسة اللحوم فيليش فلاي؟ طيب حط بقى الكومنت بتاعها بيقول ان هي حجمها بيكون ضرح في المسكة دوميستيكا مش مهم. المهم ايه؟ ان الابدومين بتاعتها ايه؟ شبه الشطرانج شطرانج يعني ايه؟ شيز بورد ابدومين شيز بورد ابدومين يبقى الساكروفاجة شبه الشطرانج روح ترجمها يبقى شيز بورد ابدومين تمام؟ أموة للولف ريشيا اقول ايه؟ هقول بطنها منقطة يبقى ثبوتت ابدومين بس كده خلصنا من الكومنت يبقى الكومنت على الساكروفاجة دي الزبابة اللي ايه الشطرانك دي الابدم بتاعتها بتبقى شيسبورد وفي نفس الوقت حجمها اكبر من المسكا دومستيكا وفليش فلاي معناها مفترسة اللحوم لكن لوفريشيا بيكون بطنها ايه منقطة طيب ايه الاهمية بتاعتهم يا ولاد بيعملوا حاجة اسمها واندومييزس يعني ايه يا ولاد واندومييزس يعني بيروحوا آآ يكونوا اللارفة بتاعتهم على اماكن الجروح يعني ايه برضو يعني الزباب ده طبيعته ان هو بيتغزى على جسس الميتين تمام الا لو في جزء من جسم الانسان مات وجزء من جسم الانسان بيموت امتى لما تعور فلما فلما انت تتعور يقوموا شمين ريحة التعويرة بتاعتك ورايحين يعودوا عليها ويفقسوا فيها اللارفة يبقى هي الميدي كوليجا الامبروتنس بتاع الولفريشيا والساكروفاجة ان هما بيعملوا واند مييزس طيب نيجي بعدها بقى نتكلم على الايه؟ عل ماييزس يعني ايه المييزس بيقولي بتاع الانمى الاول في تشو عن طريق اللارفة بتاعت بتراس في لوي يعني ايه؟ يعني معناها ان اللارفة بتاعت الزباب اللي بيكون عنده جناحين داي beef transport تمام؟ بتروح توعد فين بتروح توعد في الانسيجة بتاعت الجسم ماشي؟ معناها التدويد التدويد ان يجمع شوية لارفات كده على الانسيجة بتاعت الجسم دي كده معناها ماييزس طيب بنقسم المييزس ازاي بنقسمه تقسيمتين تقسيمها على حسب الهبط وتقسيمها على حسب الهبتات الهبتات يعني المكان هنقسمه الانترنال ميزس وانترنال ميزس يعني معناه التدويد اللي بيحصل في فتحات الجسم الخارجية يعني يحصل على الاسكن يحصل في عناية يحصل في منخيري يحصل في وديني الانترنال ميزس ده الميزس اللي هيخش جوه الجسم يعني يحصل تدويد في معدتي او التدويد في الانتستم بتاعتي طيب على حسب الهبط بتاعها الهابت بتاعها بنقسمه بقى لتلات حاجات Specific Specific Accidental يعني ايه Specific ده يا ولاد يعني بيعملوا الزباب المفترس تمام اللي بيروح يتغزى على جسم الانسان يبقى ده الاسبيسيفك ده معناه ان هو بيقصد يروح لجسم الانسان ويعمل الدود فيه بيعملوا زباب مفترس اموالي Specific Specific ده اللي انا كنت بقوله لك فوق اللي هو الوانضو ميزس يعني ايه يعني ده زباب المفترس بيتغزى على جسس الميتين ولكن لو جزء من جسمي مات بيشم الريحة اللي طالعه من الوانضو بيروح يتكون فيها الدود ده كده معناه سيمس بالسفك طيب امار للأكسيدنتال ده الغلبان خالص ده الهاوس فلاي بتاعنا الزباب المنزلي الزباب المنزلي بيحط الدود بتاعه مثلا على الأكل بتاعنا أو بيحط الدود على أجزاء في جسمنا طب هو قصد كده لا هو مش قصد هو بيكون عايش ومتعايش معنا وبيحب يأكل من الأكل بتاعنا فغزبا عنه ممكن يحط شوية الدود كده على أنسكت الجسم بتاعتنا ده معناه أكسيدنتال إنه هو عمل غزبا عنه يبقى على حسب الهابت فيه عندنا سبيسيفك ده مفترس قصد إنه هو يروح يحط الدود بتاعه على جسم الإنسان لكن سيمس بالسفك دول اللي هم بيحطوه فيه أماكن الجروح لكن الأكسيدنتال ده الهوس فلاي اللي هو مثلا هو معد كده أما إيه حاطتلك شوية بيضة على جسمك بالغلق ده كده من حيث لإيه الهابت طيب بيقول لي على حسب المكان الهابتات إحنا قسمناه الإكستيرنال مايزس وإنتيرنال مايزس الإكستيرنال مايزس بيتحط في الفتحات الخارجية لإما فيهن لإما على الإسكن لإما في المناخير لإما في العين لإما في الودن طيب الإنتيرنال مايزس بيكون جاستريك انتستينال أو يوروجينتال ماشي هيبدأ يعرفني بقى على شكلين لكيوتينيا سمايزس والشكل بتاع الجاستريك مايزس دول اللي علينا بس في المايزس طيب الكيوتينيا سمايزس هنعرفه إزاي طبعا هتلاقي منظر اسكن عليه إيه عليه طفح جلدي أول ما تشوف شكل الجلد عليه طفح جلدي خلاص أنا عرفت إن أنا كيوتينيا سمايزس الحاجة الثانية بقى بقى إن أنا حدد ده أنهي نوع من أنواع الكيوتينيا سمايزس ده أنهي شكل فيهم إحنا عندنا كم صورة يا ولاد علينا عندنا أربع صور أربع صور لكيوتينيا سميزز أول صورة عندنا يا ولاد دي اسمها نوديولار إسويلينج أو نوديولار كيوتينيا سميزز يعني إيه حتلاقي نوديول هتلاقي حباية كده بمعنى صحي في الجلد الشكل الثاني يولاد بيقول للطنل الطنل دي يعني معناها أنفاء تحت الجلد بس إنت مش شايف أنفاء ولا حاجة إنت هتعرفه إن صورة راجل كده عنده إيه عنده زي حرق كده جنب عينيه هتلاقي صورة راجل عنده زي حرق كده جنب عينيه بس ده مش حرق ولا حاجة ده انفاء تحت الجلد بعد كده يا ولاد عندنا الميزس اللي بيكون موجود في الوانده او الجروح وده هنعرفه ايه هنعرفه ان الراجل هوت ايديه موجودة هي في نقاط صودة كده تقريبا النقاط دي كلها جروح عليها ايه عليها اللارفة ماشي هتلاقي ايد راجل كده منقاطة كده واخر حاجة يا ولاد هتلاقوا صورة مقارفة قوي اربع صور يبقى احنا عندنا كيوتينيوس ميزس ده يا ولاد كم شكل اربع اشكال لاما شكل حباية لاما شكل طفح جلدي ده الحباية دي بسميها نوديولا الطفح الجلدي دي هسميها الطنل تمام لاما ايد الراجل المنقاطة دي هسميها ايه ديت اللي هسميها اللارفة موجودة في الواند لاما النوديول دي هتفتح واتطلع اللارفة فبسميها ايه طيب باقي ان احنا نعرف كل واحد ايه البرازيت اللي بيعملوا ايه الفلاي اللي بتعملوا النوديولا رسولينج ده يا ولاد بيعملوا زباكتين زبابة اسمها كورديلوبيا وزبابة اسمها ديرماتوبيا كورديلوبيا وديرماتوبيا طب انا هحفظهم ازاي اوبيا دي اوبيا دي هتفكرني باوبيبة عارفين الاوبيبة دي الاوبيبة معناها الحباية اللي طالع كده فالاوبيا دي اتفكرني بالاوبيبة اللي هي الحباية اللي طالعة من الاسكن فاللي بيعمل اللي هي الحباية اللي هي بيعمل اللي هي رسولانى ياولاد ان الل Herm Balvin سnai تكون أنفاء تحت الجلد يعني اللارفة سيتهاجم أسنان وتكون أنفاء تحت الجلد سي usar حقيق من هو اللارفة لها الحقيرة اللي تعمل هذا الموضوع؟ انا بقول لك طنل تحت الاسكن تحت الاسكن تحت هي معناها هيبو وسكن معناها ديرما يبقى بيعملها اللارفا بتاعت الهايبو ديرما كده بقى الارجانزم التاني بيعملوا ايه جاستروفلس تحس الجاستروفلس اصلا تنفع تكون في جا اي تي بس هون ما حطينها تحت الاسكن مش مهم يبقى مين اللارفا يا ولاد اللي بتعمل طنل تحت الاسكن تحت الاسكن يفقرن بهايبو ديرما ونزود عليها الايه الجاستروفلس ماشي نجي بعدها يا ولاد ليه اللارفا اللي بتبقى موجودة فين اللي بتبقى موجودة في اماكن الجروح بتعمل عندنا حاجة اسمها ايه واند ميزس طيب مين اللي بيعمل يا ولاد الواند ميزس ده بيعملها ايه بيعملها اللارفا بتاعت الميتالك فيلوي الزباب الملون اللي كان بيعيش على جسس الميتين تمام ولكن بالغلط لو انا اتعورت يروح ايه قعد في الجروح بتاعتي طيب مين هي الزباب الملون ده كان عندنا الكاليفورا والليوسيليا يبقى اللارفا بتاعت الكاليفورا والليوسيليا هي اللي بتعمل عندنا الايه الواند ميزس يبقى بيعملوا ايه بيعملوا اللارفا اللارفا بتاعت الكاليفورا والليوسيليا تمام اخر صورة عندنا دي صورة الايه النديول لما ترابشن كده لما تفرقع وتطلع منها الايه اللارفا فديت اللارفا طلعت اهية من نديول فلو جاب لي الصورة دي مثلا وقال لي دي صورة ايه دي صورة الربشن للارفا من النيديون طب يقول لي طب دي اللارفا بتاعت ايه ما تتلخبطوش مهي نفس اللارفا دي اللارفا بتاعت الكورديولوبيا والدرماتوبي كده احنا خلصنا شريحة الايه الكيوتينيس ميز بقى انا اخي الشريحة اللي هي بتاعت الجاستريك ميز الجاستريك ميزس يا ولاد هتلاقي ايه هتلاقي جايب لك برطمان كده وحطت فيه برطم من الاستومك وعمل كده زي فطريات يبقى دي شريحة الجاستريك ميزس نيجي بقى ايه مراجعة سريعة كده بص على صورة دي دي صورة ايه يا ولاد انا شايف صورصار عنده تلات رجول احنا قلنا مين الصورصار او الاملاية اللي عندها تلات رجول قلنا البق الصايميك سيليكتيولاريس طب بص كده انا شايف ايه الشرية وشبه البدنجانة صح يبقى دي 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 مين لا يبقى دي صفتتك تمام بعد كده اخش هنا ماشي انا شايف ايه ده الشكل بتاع الوستيري ريزبيرات ريزبيركل ماشي طب ده بتاع انهنوع ده بتاع الهاوس فلاي ولا بتاع الكاليفوراني ولا بتاع الساكروفاجينا ها ده بتاع الهاوس فلاي لا ده مش بتاع الهاوس فلاي عشان الهاوس فلاي اللي سليت بتاعته كانت كده كانت مع الرجا اه يبقى ده استريت يبقى انا عندي كده احتمالين لاما الكاليفوراني لاما الايه لاما الساكروفاجاينة طيب الكاليفوراني كانت مقفولة ساكروفاجاينة مفتوحة دي ايه دي مقفولة يبقى دي الكاليفوراني نبص دي دي والله زبابة المنزل القضلط بتاع الهاوس فلاي طيب دي ده ده الرز البسمتي ده ده الايج بتاع الايه بتاع الهاوس فلاي طيب ده دي ده دي الدودة ومعنين يبقى دي اللارفة بتاعت الهاوس فلاي طب ده ده الياركا ده 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 ايه البيوبة بتاعت الهوس فلاي طيب نبص هنا اه ده ده بستيروس بيراتروس بيرك البتاع انهي بقى فلاي يا ولاد هقوم بصة على الايه على السلت دي لقيتها ستريت لأ لقيتها سينس متعرجة هي اللي كانت متعرجة دي بتاعت الهوس فلاي بعد كده نجي للحشرات دي لونها اخضر لوسيليا اتنين بالاي تفكرني اتنين بالاي بتاع جرين دي لونها ازرق كليفورا طب دي اه بطناها منقطة ده دي الولف ريشي طب دي هه بطناها كروهات او بطناها شطرانج يبقى دي الساكروفاجا او الساكروفاجا بعد كده ايه اه لو انا شفت دول على طول البرطمانات دي يبقى جاستريك ميزس جاستريك ميزس جار ماشي بعدين ايه اه بصوا بقى في الصورة دي دي رسبيراتروس بيركل طيب دي بتاعت ايه دي بتاعت الهوس فلاي لا مش بتاعت الهوس فلاي ده دي مفتوحة مين اللي مفتوحة اللي مفتوحة كان بتاع الساكروفاجاين يبقى دي ساكروفاجاين رسبيراتروس بيركل نبص بقى على كيوتينياس ميزس دي النوديول اهي ماشي ودي يا تراش اهي اللي كان ايه التامل تحت الاسكن ودي النوديول لما ربشرت منها اللارفة ودي ايه المنقطة دي دي الواند ميزس نجي نتكلم بقى يا ولادة على الفايل التاني وهو اصغر من الاولين يعني وبسيط خالص هنعرف فيه حتين اتنين بس هنعرف فيه البرغوت وهنعرف فيه الامل اللايس هنعرف فيه البرغوت ايه القادلت بتاعه بس حاجة اسمها الهيومن فيلي او حاجة اسمها ايه بيوليكس ايريتانت بيوليكس ايريتانت البيوليكس ايريتانت ده الاسم تاني الفليه طب واللايس هنعرف منها ايه هنعرف منها التلات حاجات اول حاجة بديك لسيومنس يعني معناه اللايس بتاع الجسم اللي بيعيش في الجسم او بيعيش في الشعر وبعد كده الفسرس بيوبس يعني معناه الامل اللي بيعيش في منطقة البيوبك المنطقة العينة وبعد كده هنشوف الشكل بتاع الاج بتاع اللايس اللي هي بيود اللايس الل هي السبان يعني تمام اول حاجة الفلي ايه دورة حياة الفلي بيقول لي ان البرغوت بيضي البيضة البيضة بتفق استدي لاروة اللاروة بتدي رقب يوبا وبعد كده بتروح تديني قاضلت فلي مش مهم طيب نيجي نخش بقى في الايه في القاضلت فلي طبعا البرغوت شكله مميز لا يختلف عليه اتنين هتلاقيه جايب لك جايب لك الصورة بتاعته بالجنب كده وهتلاقيه رجلية ولاد عاملة كأنها بتروح الجم ما هو بيقفز القفضات العالية دي عن طريق رجليه في رجليه كده بتبقى قوية جدا شوفوا مربي عضلات في رجليه كأنه كده بيروح الجم منظر القاضلت فلي ما نطلخبطش فيه خالص اهو بصو ادي كده القاضلت فلي اهو القاضلت فلي اللي هو الايه البيوليكس ايرتن هتلاقي جاب لك الصورة بالجنب اهي وتلاقي رجليه اهي اهي قوية جدا اهي كأنه بيروح الجم طيب الفلي ده يا ولاد انا بشوفه بقى بالاية البيوليكس اي 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 هو مين؟ هو الفليدة. طيب الفليدة بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو بيكون مبطط على الجنبين بايلاتريلكومبريس دي يعني مبطط كده من على الجنبين. تمام؟ بيقول لي ان هو فيه هيد وسوركس وابدومون ومعندهوش اجنحة. ماشي. بس عنده ايه بقى ياولاد? عنده تلاتة بير اوفي سترونجليج. عنده تلاتة ازواج من السترونجليج اللي بتروح الجيم. طيب. وبعد كده بعد كده مكمل الوصف بقى بتاع الهيومن ليه عندنا بيقول ان هو بيكون عنده شعر من وراء اهو شايفين الشعر ده بسميه اكسيبيتال هير تمام بيكون عنده وان بوستيريور اكسيبيتال هير وبعد كده بيكون عنده شعر من قدام تحت عينية عنده اوكيلر هير بلول اي معناها شعر من قدام تحت عينية بس ما عندهوش ايه ما عندهوش ميزو باللورال سوتشر يبقى براحة كده يا ولاد انا عايز اوصف القاضل تفليه تحت المايكروسكوب اول حاجة باستخدم انهي نوع الكمباوندو مايكروسكوب كود تجبير عشرة فعشرة وده الاكسيبشن الوحيد بتاعنا طيب الحاجة التانية هوصفه ازاي هقول ده مبطط منين من عالجنبين ومنساش اهم حاجة ان هو عنده تلات ازواج من عنده تلات ازواج من وما عندهوش اجنحة وبعد كده عنده شعر من ورا اكسيبيتال هير وشعر عندي عنيه اوكيلر هير تمام وما ننساش ايه ان هو ما عندهوش ما عندهوش ميزو باللورال سوتشر دي كده كومنت على مين على القضل تفليه طيب نيجي بعدها بقى على الايه على اللايس اه اللي هو الايه الامن نشوف دورة الحياة بتاعت البديكولوس بيقول لحنا عندنا القضل تمام بيدينا من من خمسين لمية وخمسين بيضا بيهدوا سبع العشرة ايام يفقسو ويدونا الايه ويدونا النمف بتاعو وبعد كده النمف يكبر تاني ويددي قضل يبقى القضل تدينا من خمسين لمية وخمسين اللي هي الايه استبان دي فقست خلال سبع العشرة ايام يديتني نمف صغير كبر بعدها ويده قضل ماشي احنا عندنا كم نوعين اه كم نوع يا ولاد من الامل عندنا نوعين اتنين في عندنا القضل تبيديكولوس يومنس بتاع الهدو الباضي اللي هو بيعيش في الشعر وبيعيش في الجسم وفي عندنا الفسرس بيوبس اللي هو الامل اللي بيعيش فين في منطقة البيوب كاري ماشي طيب هفرق ما بينهم تحت المايكروسكوب ازاي الاول اتعرف اصلا انا بعرف الامل اه ازاي من ارجل الكابوريا رجليها عاملة زي الكابوريا اه اول ما تشوف منظر ارجل الكابوريا دي اعرف ان انا لايس انا دلوقتي في الامل شوفوا اهو كابوريا 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 يعني اهي من رجول كابوريا رجول كابوريا دي لايس تمام رجول كابوريا دي لايس Animals cabe Lady leider دي فقية بيعي ايه بيعي لي اعرف اللايس دي بقى بتاعت الشعر والجسم ولا بتاعت الايه البايوب كاء اعرف فا زايざي Boric والله بتاعة الهيد والبادي بتبقى مطاولة هي مطاولة هي لكن بص بقى بتاعة البيوبك إرياء هتلاقيها مبططة وعريضة كده مبططة وعريضة كده صح؟ تحسها مبططة وعريضة لكن ديت مطاولة طيب القادلة اللي ده بشوفه بقى انهي نوع من المايكروسكوب طبعا ضي سيكتيك ما فيش مشكلة عايزين بقى نعمل كومنت عنه اول حاجة مشاوري لي على سهم الاولين ده ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن مقصات الكابوريا اللي هي الاسترونجيليك بتاعتها طيب من قدام فيه سوركس وبعد كده من وره فيه الابدومين وبعد كده يا ولاد هنلاقي ايه على الاجناب كده فيه ريزبيرات ريزبيركل اللي بتتنفس عن طريقه تلاقي حاجات عالجنب كده دي ايه؟ ريزبيرات ريزبيركل بتتنفس عن طريقه طيب هنعمل كومنت ازاي؟ انا مثبت حاجة في الكومنت بتاعنا ان كلهم بيكونوا دورد وفنترليف لاتن مبططين بالطول طيب الحاجة التانية اللي انا مصبتها في كومنت ان انا لازم اعلق ايه? لازم اعلق بقى على السجمنت وعلى على الرجول هنفتكر يا ولاد ان الاملة يا ولاد هنفتكر ان هي 3 في 6 في 9 يعني ايه 3 في 6 في 9؟ 3 يعني هي عندها 3 فييوز سجمنت تمام؟ وعندها 3 3 ازواج من الارجل القوية يعندها 3 فييوز سجمنت و 3 في الاسترونج ليك طيب 7 دي يا ولاد ايه؟ عندها ستة ازواج من الريزبيرات ريزبيركل طيب تسعة دي اولاد ايه ان الابدوم بتاعتها متأسمة لتسعة سيجمينت يبقى ثاني هعمل الكومنت ازاي عليها انا مسابق الجملة بتقولي ان البرزغات كلها دورز وبينترى يفلاتن وبعد كده هفتكر الاملة تلاتة في ستة في تسعة تلاتة تلاتة ارجل قوية تلاتة فيوز سيجمينت ستة عندها ستة ازواج من الايه واتسعة الابدوم بتاعتها متأسمة تسعة مرات طيب نيكي بقى للإيه؟ للفسرس بيوبس هنعرفها إزاي أول حاجة هلاقي أرجو الكابورية فهعرف إن أنا أملاية طيب الحاجة الثانية هتلاقيها عريضة كده ومبططة يبقى العريضة المبططة دي بتاعت البيوبكلايس طيب أنا بستت للصورة كده ولقيتها متكبرة فأنا مش عارف هل ديها تعريضة ومبططة ولا ديها طويلة هعمل إيه؟ هبص على الرجل الأولانية بتاعت هبص على الرجل الأولانية بتاعت هتلاقي الرجل الأولانية رفيعة خالص والرجلين اللي بعدهم أقوياء أول ما تشوف منظر الرجل الرفيعة من قدام والبقية كده كبير يبقى دي برضو إيه؟ عشان برضو ما تتلخبطش يبقى أنت بستة إيه؟ أنا مش عارفة دي عريضة ولا دي طويلة ولا دي إيه؟ بص أول رجل بتاعتها هتلاقيها رفيعة خالص والرجل اللي بعدها قوية يبقى دي عبارة عن إيه؟ دي برضو عبارة عن البيوبكلايس طيب بيقول لي هي ديت الفرست بير وفليج هتلاقها فياعة خالص كده وبعد كده بيكون عندها ايه شوية لتر البروسس زوائد كده عندها زوائد كده من عالجنبين لتر البروسس نيجي بقى نشوف الكومنت الكومنت بتاعها بيقول لي نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق بس بيختلف في ايه في انها اقصر ومبططة شورتر وبرودر طيب شورتر وبرودر الحاجة التانية ايه هتلاقيها كده يعني نفخة سدرها كده في انها فعلا لسه رجع من الجيم هتلاقي الشست عندها اهي شوف السوركس عندها من فوق كده كبير والابدومين من تحت صغيرة تب يقول لي ان السوركس بتاعها بيكون بجرزان الابدومين تمام? وبعد كده بيقول ان الابدومين بتاعتها عبارة عن إيه? عبارة عن خمسة سيجمنت بس كنت بقولك الابدومين فوق عبارة عن تسعة سيجمنت تمام? طيب ازيادة بقا ايه زيادة ان الابدومين دي عندها عجنبين الزوائد اللي هي اللاترة البروسيسة هي تمام طيب كده بقى إيه بقى إيه على الرجول الرجول بيقولي إن أول رجل فيها بتبقى الدي فيلوبت صغيرة خالصة هي أول رجل لسه صغيرة وبعد كده بيقولي إن الأبدومن والسوركس لازئين في بعض يبقى تاني يا ولاد أنا قلت لك إيه البيوبكلايس أول حاجة قصيرة وعريضة طيب قصيرة وعريضة ولسه جاية من الجيم فلسه جاية من الجيم هتلاقي سوركس بتاحها بيكون أطخم منين من الأبدومن والأبدومن صغيرة بتبقى خمسة سيد منت بس بتعوض الموضوع إن هي عندها إيه زوائد عجنبين لاترة البروسيسة وبعد كده بقى إيه لحاكتين نعلق على أول زوج من الرجول بتاعتها إن هو بيكون إيه الدي فيلوبت وبعد كده نقول إن الأبدومن والسوركس لازئين في بعض ده كده المنظر هو تمام هتلاقي دية مطاولة ودية إيه ودية قصيرة ومبططة طيب لو معرفتش هبص على أول زوج من الرجول هتلاقيه رفاعة هو واللي بعده كبير لكن دول كلهم نفس الحجم لكن ده صغير واللي بعده كبير بعد كده أولاد الإيه بقى بتاعت اللايس دي آخر حاجة عندنا اللي هو الإيه اللي هو منظر السبين يعني طيب ده شكل يعني إيه واضح قوي هتلاقي جايب لك إيه هتلاقي جايب لك صورة شعراية لازق فيها حاجة إيه الحاجة اللي هتبقى لازق في الشعراية أكيد سبانة بس كده طيب أنا هتشوفها بميكروسكوب ازاي ثبانة ده حاجة صغيرة خالص فلازم هتشوفها بيهي كنباوند مايكروسكوب كود تقبير عشرة في عشرة طيب إيوصف السبانة اللي لازقى من الشعراية طيب لازقى في الشعراية معناها سمينت التو هير والسبان دي بيقول لي منظر كراون شيب زي التك ده بس هي مش تاجوة لحاجة يعني فلو أنا هعمل عليها كمنت هقول لنا بشوفها بميكروسكوب كود تكبير عشرة في عشرة كومباوند خلاص الحاجة التانية ايه هقول كراوند شيب آآ وبعد كده سمينت التوهير لازقه في الهير دي بقى ايه نراجع ده منظر ايه يا ولاد ده البرغوت اهو واضح قوي طيب ده ايه حاجة لازقه في الشعر دي الايج بتاعت اللايس طيب دي ايه يا ولاد دي شبه الاملاية طيب دي بقى الاملاية بتاعت الجسم ولا الاملاية بتاعت البيوبك هير هعمل ايه هبص على رجل هلاقي رجلها التلاتة قد بعض فديت الاملاية بتاعت الجسم البديكولوس في يومنص طيب بص دي مقى دي ايه دي ارجل الكابوريا صح ارجل الكابوريا يبقى دي انا في املاية وبرضه دي عرفتها ازاي من الاول عرفت بارجل الكابوريا ان انا املاية طيب الحاجه التانية طيب انا انا نعلم الاملا بقى الفيسراس بيوبس ولا التانية دي اللي هي الهيومنص هبص على ايه هبص على اول رجل اول رجل لقيتهارفيعة خالص اهي وكمال لقيت ديت شورت وبرودر لكن لقيت ديت مطاولة كده. يبقى دي الفسرس بيوبس. اسهل يا اولاد لو طاولت عليكو بس عشان تحاولت احفاظه معي يعني. آآ لو في اي حاجة توصل معي شكرا.